البترية اسم يطلق فيما تقدم من الزمان في زمان الأئمة على مجموعة من الزيدية فهل هناك من زيدية بهذه الأعداد في العراق والبترية عنوان يطلق أيضا من خلال الروايات على شيعة أهل البيت الذين يبترون عقائد أهل البيت في رجال الكشي في رجال الكشي عن سدير الصيرفي دخلت على أبي جعفر عليه السلام على إمامنا الباقر ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي عليهم السلام فقالوا لأبي جعفر هؤلاء المجموعة الذين دخلوا مع سدير الصيرفي نتولى عليًا وحسناً وحسيناً ونتبرأ من أعدائهم قال نعم يعني هذا هو الصحيح قالوا بعد ذلك نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرأون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله تتبرأون من فاطمة تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم ما هي فاطمة من أعدائهم حتى في صحيح البخاري ماتت وهي واجد على أبي بكر وهي غاضبة ساخطة ماتت وهي ساخطة عليه قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم فقال لهم زيد بن علي أتتبرأون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية والبترية هذا العنوان سأتحدث عن مرتبط بسورة الكوثر شانئك الأبتر هذه العناوين مترابطة هناك عنوان الكوثر فاطمة وهناك عنوان مضاد له الأبتر فهناك الكوثريون وهناك الأبتريون المشككون في ظلامة فاطمة المشككون في مقامات فاطمة هؤلاء الأبتريون المنتقصون من فاطمة وهناك الكوثريون فهناك الشيعة البترية تحدثت عنهم الروايات وأنهم سيقفون في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر